حركة باعت المسلسلات التليفزيونية على سبيل التحديد في التليفزيون أو شاشات التليفزيون المصرية في السنوات الماضية إيه رأيك في اللي بيتقدم؟ الأخيرة أم لا؟ على مدارة السنين كلها؟ يعني على مدارة على الأقل مثلاً خمس سبع سنوات فاتت في أنا لا يعني بصراحة أنا أحيي الشركة المتحدة في الثلاث أربح سنين اللي فاتوا من أول سلسلة الاختيار أن عملت شكل جميل ووزنت كمان الأجور وعملت تناغم بين الأعمال والسنة دي تحديداً برضو يعني فيه توليفة رائعة من المسلسلات لكن قبل المتحدة كان بيعيب بصراحة أنه في البدء كانت الكلمة أهم ما يعني يميز الدراما المصرية أنها بتعيش في وجدان المشاهد المصري والعربي لكن لما يبقى فيه نص مش كويس ده بيوثيء للمسلسل المصري سواء أنتاجنا عشرين أو تلاتين لازم الاهتمام بالنص يعني ليس الكم ولكن الكيف وحيك بتقول النص نفسه الورق طبعاً لو حضرتك جبت أعظم مخرج وديتقول الورق وحش مش هينجح المسلسل لكن الورق هو العمود الأساسي هو الأساس بتاع الأمارة اللي احنا بنبنيها بدليل أيضاً أن حضرتك اشتغلت مع كبار المؤلفين طبعاً مش عايز أنسى حد بس فيه أساسة كبار حالياً دلوقتي لكن مهم جداً الاعتماد على النص يعني لازم أي حد بيصنع مسلسل أي مخرج لازم يعتمد على الورق أن يبدأ من النص طبعاً مهم تحريب في البدء كانت الكلمة مهم كمان في حاجة مهمة جداً أن زماناً لأن الورق كله كان في معايا التلاتين حلقة قبل ما دخل أصور مهم بيتعامل بروفة ترابيزة وبنتناقش فيه كل صغيرة وكبيرة بحيث أنه أنا بصور محدش يقول لي لا نعمل هنا وكده للأسف الشديد ودي ظاهرة موجودة في أغلب المسلسلات أن الورق بيتكتب على الهوا بس أعتقد أنه يعني الوضع الطبيعي وما يجب أن يكون أن يبقى النص كامل قبل البداية المفروض بس شاء أنه ودي حاجة زماناً نحن نفتكر أن رمضان يعني نفضله مثلاً 8-9-10 فنيجي نتزنق في الآخر لنبدأ أقوية ونتراجع في النص ثم نتراجع أكثر في الأخير أعتقد أنه مع موجود المنصات التليفزيونية حالياً المسلسلات التليفزيونية بدأت تتوزع على مدار السنة يعني لم يعد رمضان هو الشهر الوحيد مزبوط لكن أنا برضو مصر أن رمضان ده شهر الفرجة يعني رمضان ده اللي هو يعني الناس في كثافة رؤية كثافة مشاهدة ورغم أن أنا معجب جداً بالأخير سيزون اللي هو خارج رمضان بدليل أنه فيه مسلسل اسمه قبل عروسة نجاح جداً مسلسل كثيرة وأنا عملت 45 حلقة قوت القلوب بره رمضان لكن يظل رمضان ليه سحره ويبقى فيه منافسة شديدة جداً جداً وحضرتك طيب كمخرج قطعاً مع المؤلفين الدراما كان لك يعني علاقات طيبة وأيضاً كان لك اختياراتك للمؤلفين يعني هل المخرج بيجد نفسه أقرب إلى مؤلف منه إلى عن الآخر؟ جداً طبعاً يعني أنا مثلاً فيهم أنا كان بيجي لي 8-9 مسلسلات أفضل أقرأ فيهم وفي الآخر أعمل واحد غير التسعة فمسلسل مثلاً زي الرجل آخر نجب الكبير نور الشريف الله يرحمه لقيت فيه كم كبير من الغموض والتشويق والإصارة بحيث ما تفكش رموز المسلسلة في الحال الأخيرة فوراً ما رحت عملته أيضاً مسلسل زي محمود المصري قصة صعود محمود المصري نجب الكبير محمود عبد العزيز تأليف الدكتور المتحة العدل برضو عملته بشكل جميل برضو فيه مسلسل تاني مسلسل أين قلبي للنجمة يسرة اللي هو كانت أحداث هادية جداً جداً لكن قدر يدخل قلوب الناس